في خبر جديد وفضيح لنظام العسكري الجزائري الفاسد أفاتت مصادر أن عدد الكبير من اللاعبين الذين يمارسون في صفو فارق شبيبة القبائل تعرضوا لعقوبات خطيرة وقاسية جدا من طرف إدارة الفريق وذلك بأوامر من عصابة الكابرانات في الجزائر هذا وجاءت هذه العقوبات في شكل استبعاد وطرد عدد كبير منهم من الفريق بشكل نهائي في حين تم فرض غرامات مالية على آخرين وجاء ذلك حسب نفس التقارير بسبب تصريحاتهم الأخيرة عندما واجهوا الوداد في المغرب بعدما اعترفوا في تصريحاتهم بأن الاستقبال المغربي لهم كان رائعا جدا وقاموا بشكر المغرب والمغارب على حسن الاستقبال ليتم بعد ذلك معاقبتهم بشكل غير مقبول من طرف عصابة النظام العسكري الجزائري الفاسد بعد عودتهم إلى الجزائر نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم للاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ترجمة نانسي قنقر